السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تيفي أصدقائي بهذا الفيديو السريع بس بدي حذركم من موضوع هام جدا جدا بالنسبة لتحديث فيسبوك الجديد يلي تم إصداره من أسبوعين تقريبا طبعا أحبابي الكرام اللي كتير مننا بيجهل هذا الموضوع موضوع يعني الأشياء اللي عم تصير بالأنترنت مواضيع الاختراق والتجسس أحبابي الكرام في ميزة جديدة نزلت من الفيسبوك من شركة فيسبوك يعني هي ميزة أو خاصية تم إضافتها للإعدادات الخاصة بالسجل للنشاطات بالفيسبوك أول ما ندخل على الإعدادات نحن لازم نلغيها الميزة فورا وإلا بتم جمع معلوماتنا الخاصة لو رحنا هون على الإعدادات إعدادات الحساب وبعدين نزلنا للأسفل ننزل شوي للأسفل فمنلاقي هون في شيء اسمه النشاط خارج فيسبوك النشاط خارج فيسبوك هاي لازم نضغط عليها أحبابي الكرام بعدين مثل ما نكون شايفين هون بتظهر عندي التطبيقات اللي بتم جمع المعلومات منها من خلال فيسبوك فهي المعلومات أحبابي الكرام نحنا ما بدناها يتم جمعها عنا من خلال تطبيقاتنا أو الدخول لتطبيقاتنا وجمع المعلومات فمنضغط على إلغاء ربط السجل بالشكل هذا وبعدين نضغط هون على إلغاء الربط يعني هون فبيتم إلغاء ربط السجل هون مثل ما شايفين أحبابي الكرام ما في ولا تطبيق لا يوجد تطبيقات يعني ما في أي تطبيق مربوط مع سجل النشاطات الخارجية أو النشاط الخارجي من فيسبوك بتمنى منكم أصدقائي مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وبتمنى منكم الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة وكتبوا لنا تعليق كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة